لم يتبقى لغريب الذي بات اسما على مسمى سوى استرجاع ذكراية أخويه اللذان توفي بحادث سير مروى في إحدى شوارع النجف علي وطاهر لم يكمل عامهما العشرين انتهت حياتهما بشكل مفجع بعد عودتهما من العمل على دراجتهم النارية قبل أن يلوذ المتسبب بالحادث بالفرار جايين من طرق كربلة بتجهين للنجف صار حادثوا ياهم صار دم دراجة نارية الضرب هم من عرفه لحد الآن صار بإجراء حقه يعني بالقانون ثانيا من إسعاف ماكو عشر العام تعبان والدتهم وعائلتهم واخوتهم كلهم تعبانين نفسيا وعقليا يعني يعني لا يشكل لك شعبر لك يعني أولاد اثنين يعني شباب ينضربون يعشين معنوياتي أطالب الشرطة أطالب محافظ النجيف أطالب وزير الداخلية بمساعدتي بإلقاء القبض على هذا الهرب أكثر من ساعة بقي الأخواني على الشارع العام مدرجين بدمائهما دون إنقاذهما خوفا من المسائلة القانونية والعشائرية تبحسب ذويهما كان من الممكن انتشال الفقيدين من الموت إلا أن القدر كان أسرع هناك إجراءات قانونية مثلا لنضرب بالشارع لا أحد يشيله لماذا؟ لأن الناس تخاف من الإجراءات العشائرية والقانونية والناشد الخيرين أن يسرعوا بهذه القضية لأن ذول الشباب وراح دمهم هدر لأنه بالسيارة انهزم الناس تخاف يعني يقول لك أنا أبتري بي إذا أشي لنا تمام؟ فهم بقوا نص ساعة أو ساعة بقوا ينسفون يعني واحد من عدهم يعني بينفس بينفس وما لحقوا عليه ظل من كثرة نزيف في الشارع توفى هم توفوا على طريق كربلة نجف على مطور وداحهم واحد مجهول وخلوا عافهم وراح أتمنى بديش الساعة إذا كان واحد موجود شاف سيارة نوع السيارة شون صار الحاديث أبسط معلومة تقدر تدي لها نتيجة لا تكاد أن تخل النجف من حوادث سير ودهس بشكل شبه يومي حيث تستقبل مستشفيات المحافظة العديد من الضحايا في ظل مطالبات بضرورة العمل على توفير الحماية الكافية للمنقذ أملا في تقليل تلك الحوادث المفجعة والصادمة لذوي الضحايا من النجف محمد رزاق أتغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر